دمشق ترد على الاعتداءات الإسرائيلية بإسقاط طائرة حربية برأي ما حصل يكشف رأس جبل التطور في القدرات الدفاعية لمحور المقاومة نتنياهو يجمع حكومته وأمنه ويستنجد بروسيا سقوط صاروخين في سهل البقاع ومحيط الوزاني لبنان يشكو إسرائيل لدى مجلس الأمن أهلا بكم بعد نائي بنفس عن سلسلة اعتداءات وغارات حدث ما لم يكن في حسبان الرد في الزمان والمكان المناسبين أعطيت الأوامر بالرد المباشر في يوم تاريخي طال انتظاره سيشكل مفصلا في تاريخ المنطقة فبكبسة قرار دولي بالدرجة الأولى معطوف على أمساك الحكومة السورية بأكثر من ثمانين بالمئة من أرض الميدان انطلقت الصواريخ المضادة لترد العدوان الإسرائيلية على أعقابه وتصيب هدفها وتسقط طائرة حربية إسرائيلية فوق الجولان المحتل الرد السوري أحدث صدمة لدى كيان الاحتلال فتداعى بحكومته ومجلسه الأمني المصغر إلى اجتماعات طارئة تحت سقف مرتفع من التهديدات سرعان ما انخفض إذ استنجد رئيس حكومة الاحتلال بالرئيسين الأمريكي والروسي وطلب العمل لتطويق الأزمة ومنع التصعيد شمال الأراضي المحتلة والأهم في اتصال نتنياهو ببوتين شكواه من إسقاط سوريا الطائرة بصاروخ روسي في وقت فتحت الملاجئ في حيفا وتل أبيب أما الصدمة الإيجابية فكانت في الشارع الدمشقي الذي خرج محتفلا بإسقاط الجيش السوري الطائرة المعادية البداية من الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة مباشرة مع زميلة ليال بوموسى ليال بداية كيف تبدو الأوضاع الميدانية عند الحدود مع الأراضي المحتلة الاستنفار وأحوال الأهالي في المنطقة وأيضا ما هي آخر أخبار الصاروخ أو بقايا الصاروخ الذي سقط في تلك المنطقة نعم كاترين يعني بجولة للجديد لمراقبة التطورات في المنطقة وعلى الحدود اللبنانية يعني جولة بدأت من مارون راس وصورا إلى كفر كلا بوابة فاطمة إلى الآن نحن متواجدون في كوكبة أمتار قليلة تبعدنا عن مكان سقوط هذا البقايا الصاروخ الذي يعني بحسب المعلومات يقال أنه سام ثلاثة ولكن ليس لم يحدد مصدره يعني مصدره لازال مجهولا حتى الآن إذا يعني في رؤية للمنطقة جغرافيا كاترين يعني نحن متواجدون هنا على خراج بلدة كوكبة حصبية الجبل فوق يعني هناك مرتفعات كفرشوبة مزارع شبعة رويسة العلم هي مناطق محتلة منذ عام سبعة وستين خلف هذه الجبال هناك الجولان المحتل ويعني على اليمين هنا الجهة خلف الهضبة هناك الغجر المثلث الفلسطيني اللبناني والسوري حسب يعني الجولة يعني تبين أن الأجواء هادئة في الجنوب هناك انتشار بطبيعة الحالة لقوات اليونيفل والجيش اللبناني ولكن سفارات الانزار تسمع من الجانب الإسرائيلي جانب العدو الإسرائيلي هناك سفارات انزار يعني وبحسب الأهالي يعني حسب بعض الأهالي قالوا لنا أننا اليوم تغيرت صورة الماضي يعني في الماضي كنا نحن من نجلس في الملاجئ أو نختبئ عند أول حدث أما اليوم اللبنانيون يعيشون بكعادتهم والأوضاع عادية هنا أما الجانب الإسرائيلي فهو يعيش الخوف الآن والحذر وبوخصة بعد أن قالت مصادر إسرائيلية رسمية أن سقوط هذه الطائرة F-16 من قبل المضادات السورية هي يعني نجاح تام ومطلق للجانب السوري وهي ثقة للحكومة السورية وكما ذكرت أيضا المصادر السورية أن هذه الخطوة هي خطوة ليست فقط نوعية من ناخل السياسة هي خطوة أيضا استراتيجية وخطوة سياسية أما المصادر الرسمية الإيرانية فذكرت بهذا الخصوص أن هذا الموضوع يعني مضحك أن تكون إسرائيل قد استهدفت مراكز عسكرية للجانب الإيراني فوجود إيران بحسب المصادر الرسمية وخاصة المتكلم باسم الخارجية الإيرانية أنها وجودة فقط استشاري وبطلب أيضا من الحكومة السورية إذن في متابعة ميدانية للوضع بعد سقوط طائرة F-16 من قبل المدادات السورية الجنوب هادئ حتى الآن انتشار لليونيفل انتشار للجيش اللبناني وأما الجانب الإسرائيلي سفرات أنزار وهناك يعني الوضع أبدا ليس هادئا بحسب يعني الوضع هنا بالقرب منه سقط عند الساعة الحادي عشر والنصف صاروخ في بلدة كوكبة خراج بلدة كوكبة حاصبية بقايا هذا الصاروخ تعمل الآن رافعة تابعة للجيش اللبناني برفعه برفع البقايا وهناك انتشار بالقرب منه للجيش اللبناني الذي يمنع الأعلام من الاقتراب منه لأنه ممكن بحسب الجيش أن ينفجر هذا الصاروخ شكرا لك ليال وكانت زميلة ليال بموسى قد أجرت مقابلة مع النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي فياد الذي قال إن إسقاط طائرة F-16 يكشف تطور القدرة الدفاعية لدى محور المقاومة أنه الآن يتم تفكيكه وبالتالي الحزام الموضوع الآن هو حرصا على أمن الأهالي فلذلك نوعية الصاروخ والملبسات والحيثيات نحن منتركها للقوى الأمنية أن تعلن ذلك لكن واضح تماما بأنه معنويات الناس عالية تشعر بكثير من الاعتزاز في استقرار طبيعي على الحياة الطبيعية عملت جولي على مدى الشريط في كل المنطقة كل المؤسسات والمطاعم والمحلات فاتحة بصورة طبيعية لا شيء يدعو للقلق المجتمع يطعط بأعصاب باردة لكن بإرادة صلبة ثقة عالية بالمقاومة التي تؤكد مواقفها بصورة متكررة وثابتة أي عدوان على أهلنا على البلد على مناطقنا طبعا المقاومة في إطار المعادلة المعروفة جيش وشعب ومقاومة لها كل الحق في أن تدافع عن هذا البلد برأي ما حصل لا أريد أن أطيل الكلام حول هذه النقطة لكن هو يكشف رأس جبل التطور في القدرات الدفاعية لمحور المقاومة وبالتالي ما هو مخفي أعتقد أنه أعظم هناك الكثير من الصخب في المواقف السياسية والأمنية في الكائن الإسرائيلي لكن على المستوى العملي المسار معقد وأعتقد أن المنطقة برمتها أمام مرحلة جديدة إذن مضادات الجيش السوري تسقط طائرة F-16 صهيونية وسرودات الاحتلال تطلب من روسيا وأمريكا التدخل لتهديئة الأوضاع للمرة الأولى بعد حرب التشرين عام 73 والاشتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 تصدت سوريا للكيان الصهيوني فأسقطت دفاعاتها الجوية طائرة F-16 إسرائيلية إثر مواجهات عنيفة بين مدفعية الجيش السوري وسلاح جو قوات الاحتلال الذي اقترقت طائراته الأجواء الأقليمية السورية لتنفيذ عملية قصف ادعت سلطات الاحتلال أنها كانت تستهدف موقعا إيرانيا أطلق طائرة من دون طيار من سوريا موجهة إلى المجال الجوي للأراضي الفلسطينية المحتلة وأعلنت دمشق تصدي دفاعاتها لعدوان إسرائيلي على قاعدة عسكرية ما تسبب بإصابة أكثر من طائرة فيما أفادت وكالة الأنباء السورية رسمية سانا عن مصدر عسكري قيام كيان العدو الصهيوني فجر اليوم بعدوان جديد على أحدى القواعد العسكرية في ريف دمشق ولفض المصدر العسكري إلى أنه فور دخول الطائرات الإسرائيلية إلى الأجواء السورية اشتبكت معها مدفعية الجيش التي تمكنت من إصابة الطائرة فيما تمكن طياراها من التحليق بها حتى سقطت فوق منطقة الجليل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وجاء أعلن دمشق بعد وقت قصير من تأكيد متحدث عسكري إسرائيلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت عنظمة المراقبة الإيرانية في سوريا التي أرسلت طائرة بدون طيار إلى المجال الجوي الإسرائيلي وأعلن جيش الاحتلال أن النيران السورية مضاد للطائرات أسقطت إحدى طائراته المقاتلة وأن الطائرين قاما بتفعيل نظام القفز الطارئ ونزل بالمظلة في الجليل حيث نقل إلى أحد المستشفيات وحال أحدهما خطرة أكشفت القناة الثانية الإسرائيلية أن أكثر من 25 صاروخا أطلق على طائرة الأف-16 ما أدى إلى أسقاطها وفور إعلان الخبر تواردت معلومات أفادت أن رئيس حكومة العدو بن يمين نتنياهو يجري مشاورات أمنية وعسكرية مع كبار أجهزة الأمن وعضاء المجلس الأمني السياسي المصغر بشأن الأحداث الجارية ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الحرب الإسرائيلي أبيكدور لابرمن انضم إلى الاجتماع كما كشفت معلومات صحفية أن نتنياهو أذن لجيش الاحتلال بقصف جوي لكل موقع عسكري في سوريا يشكل خطرا على بلاده فيما أعلن إعلام العدو إطلاق صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الشمال وأصبع الجليل المحتل وعن إغلاق أجزاء من المجال الجوي في الأراضي المحتلة أمام الطائرات وقال إعلام العدو أن سلطات الاحتلال اتخذت قرارا بالتنفيذ غارات ضد مواقع إيرانية وسورية خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة إلا أن مسؤولا عسكريا كبيرا في جيش الاحتلال أكد للقناة العاشرة الإسرائيلية أنهم غير معنيين بالتصعيد في سوريا كما أفادت وسائل إعلام الاحتلال أن رئيس أركان العدو جادي آزينكوت عقد جلسة خاصة لتقدير الوضع تقرر في نهايتها كيفية الرد على الأحداث وأكدت أنه ليتم نشر مقرارات هذه الجلسة وقد أبلغت رئاسة الأركان قيادة العدو السياسية استعدادها لأي تطورات وفي وقت لاحق طلبت سلطات الكيان الصهيوني من روسيا وأمريكا التدخل لاحتواء الموقف وإيقاف تدهور الأوضاع على الحدود الشمالية وذلك في خلال اتصالين منفصلين أجرهما نتنياهو بالرئيسين الأمريكي دونالد ترامب وروسي فلاديمير بوتين فيما قال وزير في المجلس الأمني الإسرائيلي المصاغر إنه من مصطحة إسرائيل تهديئات الأوضاع أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق جدي إزاء الهجمات على الحدود السورية الإسرائيلية داعية الجهاد كافة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وأشددت الخارجية الروسية على أن جميع دول المنطقة يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها مركزة على أن أي تهديد لأمن القوات الروسية في سوريا غير مقبول قامت دورية من مخابرات الجيش اللبناني بتجميع بقايا الصواريخ الإسرائيلية التي أسقطت عند الخامسة والنصف فجرا في سهل البقاع بعد اعتراضها بصواريخ أرض جو سوريا فوق أحد المنازل في علي النهري وفي قطعة أرض بين بلدتي سرعين التحت وعلي النهري ونقلت بقايا أو نقلت بقايا الصواريخ إلى أحدى الثقنات العسكرية لإجراء الفقوص اللازمة وتحديد نوعيتها سقوط صاروخ أرجو في منطقة حاصبية من دون وقوع إصابات سمع دوي انفجار هائل الحادي عشر ونصف قبل ظهر اليوم تلدد صداه في منطقتين مرجعيون وحاصبية والعرقوب تبين لاحقا أنه ناجم عن سقوط صاروخ أرجو في محلة المطحن عند حوض بساتين الحاصباني بين كوكب وحاصبية من دون وقوع إصابات وقد اندلعت النيران بالصاروخ الذي سقط في باحة منزل المواطن إسماعيل عماشة الواقع قرب حوض البساتين وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية المختصة وقوة من الجيش اللبناني ودربت طوقا أمنيا حول المكان تخوفا من انفجار بقايا الصاروخ المشتعل سمعت صاروخ شحط ونزل فكرت قضيفة جاء لهم طلعت ما لقيتها مش قضيفة رجعت فكرت الصاروخ طالع من هون على طيارة كمان ومن المتوقع حضوري عن ناصر من فوج الهندسة في الجيش لكشف على الصاروخ وتحديد هويته والجهة التي أطلقت تشاور رئيس الجمهورية ميشيل عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في التطورات الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتلقى تقارير من وزير الدفاع وقائد الجيش دانت وزارة الخارجية والمغتربين الغارات التي تعرضت لها سوريا وأكدت حق الدفاع المشروع على أي اعتداء إسرائيلي مشيرة إلى أن وزير الخارجية جبران بسيل أعطى تعليماته إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل لإدانتها وتحذيرها من مغبة استخدامها الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا من جهته قال وزير الدفاع يعقوب الصراف لقد أبلغنا قائد اليونيفل مايكل باري رفض لبنان الخلقات الإسرائيلية المستمرة والتي تمثلت اليوم بغارات وهمية نفتها الطيران الإسرائيلي في أجواء القرى الجنوبية مؤكدا رفض لبنان وإدانته لاستخدام إسرائيل الأجواء اللبنانية لتنفيذ غاراتها أشار قائد غرفة عمليات حلافاء سوريا في بيان حول استهداف الطائرات الإسرائيلية لسوريا إلى أن طائرات إسرائيلية استهدفت محطة الطائرات المسيرة في مطار تيفور موضحا أن الطائرات المسيرة استخدمت لجمع المعلومات حول المنظمات الإرهابية وتنظيم داعش ولفت إلى أن الدعاءات العدو بأن الطائرة المسيرة دخلت المجال الجوية لفلسطين المحتلة وأنه جرى إسقاطها كذب وافتراء وأن الطائرة لا تزار تقوم بعملها كالمعتاد في البادية السورية وقد عادت إلى قواعدها بسلم وأشدد بيان غرفة عمليات حلفاء سوريا على أن الكيان الإسرائيلي والاحتلال الأمريكي يلعبان دورا كبيرا بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا والاحتلال الأمريكي لا يزال يعمل على تأمين حاجات داعش وأن الأمريكيين ينقلون عناصر داعش من شرق الفراط لتدريبهم بالتنف وبقواعدهم المشبوهة في العراق وأضاف أن العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الإسرائيلي لن يتم السكوت عنه من الآن فصاعدا وختم بيان غرفة عمليات حلفاء سوريا بالقول أن أي اعتداء إسرائيلي جديد سيلقى رد قاسيا وجديا محييا جهود الجيش السوري بالتصدي للعدوان الإسرائيلي السافر حذرت صحيفة هارتس الإسرائيلية من أن الأوضاع حول سوريا قد تشهد تصعيدا لا نهاية له وذكرت أن السلطات السورية حذرت غير مرة في الأونات الأخيرة من الرد على أي اعتداء من قبل إسرائيل معتبرة أن التطورات الأخيرة تظهر أن الرئيس السوري بشار الأسد انتقل من التهديد إلى التنفيذ وأشارت صحيفة هارتس إلى أن استهداف المقاتلة الإسرائيلية اليوم يمثل تعبيرا عن اليقين الذي تشعر به سلطات دمشق بعد بسط قواتها سيطرتها على نحو 80% من أراضي البلاد وأضافت أن هذه التطورات ليست شأنا إقليميا فقط بل تمس القوى الكبرى حيث تعتبر دمشق وطهران حليفين لموسكو في التسوية السورية بينما اتخذت واشنطن بعد تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم موقفا أكثر صرامة من إيران وتساءلت هارتس هل أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الضوء الأخضر لمواجهة إيران في الشمال أكد مصدر أمني أردني أن الأجهزة الأمنية المختصة تتعامل مع حادث سقوط حطام يبدو أنه لطائرة أو صاروخ في بلدة ميلكة بمحافظة إربد مشيرا إلى أن الحطام سقط ببنطقة خالية من السكان وقال المصدر لصحيفة الغد أن التحقيق جار لتحديد مصدر الحطام مشيرا إلى أن بيانا رسميا سيصدر حول الحادث يشار إلى أن بلدة ميلكة قريبة من الحدود السورية بعد الإعلان الكويت تتحرك عبر الجديد أهلا بكم من جديد مساعدة طبية كويتية لعلاج مرضى القلى من اللاجئين السوريين صرخة مرضى غسل القلى من اللاجئين السوريين التي سبق وأطلقوها عبر قناة الجديد لقد صداها عند الهلال الأحمر الكويتي الذي سارع للتخفيف من معاناتهم المتواصلة أمام أبواب المستشفيات طلبا للمساعدة والعلاج وفور وصول وفد الهلال الكويتي إلى مستشفى دار الأمل الجمعي بعلبك توفد إليه عشرات المرضى من ذوي الحاجة الماسة للعلاج على أن المساعدة الكويتية لهؤلاء المرضى هي لشهر واحد فقط بناء للتقرير لنعرض على التلفزيون الجديد على موضوع السوريين بمستشفى دار الأمل والوضع المأساوي الذي يعيشون من ناحية الغسل الكلي طبعا كان هناك تلبي لهذا الموضوع من الهلال الأحمر الكويتي وقمنا نحن بتغطية النفقات لمدة شهر على أمل يكون هناك تمويل لهذا الموضوع أن كان من الهلال الأحمر الكويتي أو من بقية الجمعيات التي تشتغل بموضوع الأنساني باللبناء لأخوة السوريين لأنه ما كانت ولا مشفى تستابلنا مشال الغسيل وهلأ هني قدمونا مساعدة إلى الشهر ونشكرون كثير ونتمنى منه هو هلأ الشهر راح يساعدنا نطيب شهر بس بعد الشهر ما بنعرف شو بيصير معنا حالتنا سيئة كثير وبنترجى من كل الجمعيات ونجمعية الهلال الأحمر الكويتي بالأخص نشكرون كثير أنه ساعدونا هلأ للشهر فيه هلأ نزلوا اتنين ما حسنا يطلعوا معنا لأنه وضعنا كثير سيئ نزلوا وندغري على الغسيل يعني اتأخرت أسبوع اللعب نزوف دم من أمفي ومن تمي يعني وضعي سيئ جدا جدا يعني الليلي ما صدعت على الطيب ويعني جيت له وانشحت غصب عني يعني لوما أنا مضطر غصب عني ما بيجي ويأمل مرضى الكل النازحون بعلاج المستدام وتجاوب الهيئات الصحية الخيرية مع معاناتهم لتلافي مضاعفات مرضهم الخطرة لبى السفير الكوبي ميجال بورتو بارغا دعوة رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط محمد البسط لزيارة الاتحاد مركز الاتحاد في مكسا وكان في استقباله رئيس اتحاد بلديات شرق زحل رفيق الدبس ورئيس اتحاد بلديات قضاء زحل أولى عاصي ورؤساء بلديات بعد ترحيب بالضيف وتقديم التحية لدور كوبا ووقوفها إلى جانب القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية ودعمها التعليمي الصحي في الدول العربية لفت السفير الكوبي إلى العلاقة التاريخية بين كوبا والدول العربية وخاصة لبنان ووضع زيارته الاتحاد بلديات الأوسط في إطار التعاون لإيجاد مشاريع تهم الشعوب والناس وتساهم في إنعاشها بعد الأعلان قيود على حي الحظ أهلا بكم من جديد أوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسية ميخايل بوكدانوف أن موعد لقاء المقبل في أستانا حول سوريا لم يحدد بعد لكنه سيحدث قريبا وأشار بوكدانوف في تصريحات صحفية إلى أن موسكو تعتبر الحفاظ على سيغة أستانا حول سوريا ضروريا لأنها تكمل وتعزز مفاوضات جناف لافتا إلى أنه سيتم في خلال اللقاء بحث إنشاء منطقة خامسة من مناطق تخفيف التصعيد في عفرين يسعى موظفون في مطعم في نيويورك لتسجيل رقم قياسي عالمي بأكبر شطيرة لخبز البيجل حيث قاموا بتجميع شطيرة مكونة من السالمون المدخن والجبنة بالإضافة إلى البصر والطماطم وقد وصل عرض الشطيرة إلى 80 سنتيمترا ووزنها إلى نحو 90 كيلو جراما شددت السلطات العاصمة الهولندية أمستردام شروط زيارة حي كهنات الحب للسياح ضمن المجموعات السياحية المنظمة بدءا من نيسان المقبل وأضحت سلطات المدينة أن القيود تخص المجموعات التي يفوق عدد السياح فيها خمسة أشخاص ويشمل منع تناول الكحول وتعاطي المخدرات في الحي فضلا عن منع تصوير صاحبات أقدم المهن في التاريخ خلف الواجهات الزجاجية المشهورة وحتى التماعن بهن وأوضحت السلطات الهولندية أنها لجأت إلى هذه التدابير لتقليص تدفق السياح إلى الحي المزدحم الذي يقطنه حوالي 3000 مواطن ويعد أحد المعالم السياحية في العاصمة ولحماية الحياة الخاصة للمنشغلين بالجنس وبموجب القواعد الجديدة يتعين على المشد السياحي الذي يشرف على مجموعة يجاوز عدد السياح فيها 20 شخصا تقديم الطلب للحصول على التصريح من السلطات كان في هذه النشرة دمشق ترد على الاعتداءات الإسرائيلية بإسقاط طائرة حربية برأي ما حصل يكشف رأي جبل التطور في القدرات الدفاعية لمحور المقاومة ناتنياهو يجمع حكومته وأمنه ويستنجد بروسيا سقوط صاروخين في سهل البقاع ومحيط الحاصبان لبنان يشكو إسرائيل لدى مجلس السلام لمزيدا من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز وبقوا معنا لموافاتكم بأي جديد حول التطورات الميدانية على الحدود مع فلسطين المحتلة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء